الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا مسلم هل لك حاجة؟ عندك حاجات من حاجات الدنيا والآخرة؟ هل ضاقت عليك الدنيا بما رحبت؟ هل أغلقت في وجهك أبواب؟ هل أنت مهموم أو مكروب؟ هل ضيق عليك في رزقك؟ هل تخاف على نفسك من شيء أو على أولادك؟ هل تطاردك هموم أو تعيش في غموم؟ هل تطلب ولدا أو وظيفة أو نصرة؟ هل لك نعمة تريدها؟ أو دفع سوء أو جلب منفعة؟ الحل عندك وبين يديك قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء من لم يسأل الله يغضب عليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الدعاء هو العبادة هذا الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم إظهار الافتقار إلى الله التبرء من الحول والقوة الاعتراف لله بالعبودية وسؤاله بالربوبية واستشعار الذلة بين يديه الطلب والإلحاح والاضطرار إلى الله وكذلك الإخفاء والسؤال بالأسماء الحسنة وإذا نظرنا إلى أدعية القرآن والسنة سنجد أنها تدور على خيري الدنيا والآخرة فمن أدعية القرآن وأول دعاء في القرآن إهدنا الصراط المستقيم فلما سأل الله بربوبيته رب العالمين وأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم ومجدوه وعظموه بأنه مالك يوم الدين وأقروا بالعبودية له والاستعانة به سألوه الحاجة إهدنا نسألها أكثر من سبعة عشر مرة نسألها أكثر من سبعة عشرة مرة في صلواتنا لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الهداية ولو كنا في هداية فنحتاج إلى المزيد من الهداية الهداية درجات وإذا كنا في هداية فنحتاج إلى الثبات على الهداية لأن القلوب تتقلب ولذلك نحن نسأل الله الهداية باستمرار وهناك هداية في مسائل العقيدة والإيمان وهداية في أحكام الفقه والحلال والحرام وهداية لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو من أدعية القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قالها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل منا ماذا؟ كل عمل صالح والله يعلم ماذا يعملان تقبل منا الآن لاحقا تقبل منا ما نقوم به في هذه اللحظة وما قمنا به سابقا وما سنقوم به تقبل منا عاما إنك أنت السميع أي لدعائنا العليم بحالنا وتقصيرنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تنفي عن العبد العجب والغرور والاغترار بالعمل تقبل منا هذه التي فيها الخوف من رد العمل ربنا تقبل منا الرب هو المرب الخالق الرازق أدعية الأنبياء في القرآن كلها ربي وربنا لأن الرب القادر والداعي يريد أن يسأل القادر على الإجابة ولذلك ربنا وربي والمقصود يا ربنا وحذفت الياء للتخفيف ما عدا موضعين في القرآن وردت يا ربي بياء النداء وكان فيهما شكوى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون والشكوى يناسبها مد الصوت بحرف النداء ربنا فيها تضرع وإظهار التعبد تقبل منا لم يذكرا العمل لأن المهم القبول أيًا كان نوع العمل من أدعية القرآن أيضاً ربنا آتنا في الدنيا حسنى وفي الآخرة حسنى وقنا عذاب النار يجمع كل خير في الدارين وقيل هو أجمع دعاء وأكمله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه فقد سأل قتادة أنساً أي دعوة فقد سأل قتادة أنساً رضي الله عنه فقال له أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنى وفي الآخرة حسنى وقنا عذاب النار قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه رواه البخاري ومسلم لأنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة آتنا في الدنيا حسنى حسنة الدنيا متعددة صحة عافية الزوجة الصالحة الأولاد البررة الدار الواسعة العلم النافع المركب الهنيء الثناء الجميل سعة الرزق وحسنة الآخرة نور الوجه وبياض الوجه يوم الدين يوم تبيض وجوه إتاء الكتاب باليمين تخفيف الحساب في ظل العرش السقية من الحوب النجاعر الصراط ثقل الميزان وأعظم الحسنات رؤية وجه الله في الجنة أعظم حسنات الآخرة ودخول الجنة من أذية القرآن يا إخواني ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الاستعاذ الالتجاء الاستجارة الامتناع بالشيء التحصن وهكذا يستعيذ بالله فيلتجو إليه ويمتنع به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستجير بالله من أي أمر يضر بديني أو دنياي أعوذ بك وأعتصم متبرئا من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أنت سبحانك وأعداءنا منهم من لا نراهم كالشياطين إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم فما حيلتنا في مواجهتهم الاستعاذ بالله أعوذ بك من همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم هذا هذا لا تنفع معه الحيل هذا العدو المبين الباطن الذي لا نراه ولا يمكن دعوته ولا مصانعته ولا مداراته ما ينفع معه إلا الاستعاذ بالله من شره ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وكما قال في الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الآية وأعوذ بك ربي أن يحضرون ما قال يحضرون في إيش لأن المقصود العموم أعوذ بك ربي أن يحضروني في أي أمر من أموري طعامي شرابي نكاحي في الخلاء في البيت خارج البيت أعوذ بك ربي أن يحضروني في أي أمر من أموري الهمزات هذه تضر همزات الشياطين الشياطين تطعن تخترق ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لهم وساوس لهم إضلال لهم إضلال وهذا دعاء عظيم للسلامة من شر الشيطان بل الشياطين عموما من أدعية القرآن لما توسل المؤمنون بالإيمان وقالوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم يتوسلون إلى الله بالإيمان وسؤال الله بالعمل الصالح مشروع وهم يقولون ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا كلها وأعف عنها وتجاوز وامح آثارها والذنوب هي المعاصي تشمل كبائر وكفر عنا سيئاتنا استرها لا فضيحة ولا عقب وتوفنا مع الأبرار اجعلنا في حكمهم وجملتهم مصاحبين لهم في نعيمهم اقبضنا إليك واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأبرار وقنا عذاب النار وآتنا ما وعدتنا على رسلك من حسن الجزاء من النصر في الدنيا والجنة في الآخرة وَلَا تُخْزِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنَّارِ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ من أجعية القرآن رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَذَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ يسألون الله أن يثبتهم على الصراط أن لا ينحرفون بأن لا ينحرفوا وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا وتزيدنا بها إيمانا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ تَهَبُ الْخَيْرَ لِمَنْ تَشَاءَ من أدعية القرآن وهذه من الأدعية العظيمة دعاء الأربعين ولا يعني أن من ليس في الأربعين لا يدعو به لكن يتأكد على صاحب الأربعين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه متى؟ لما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سن الأربعين مبلغ الرجول والكمال بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وتناهى عقله وكمل فهمه قيل المسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك وكذلك أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي سؤال شكر النعمة التي أنعمها علي أو عليك هذه واضحة طيب على الوالدين ما مناسبتها؟ نعمة على الوالد استفاد منها الولد أنت من أين أكلت وشربت من أين لبست من أين سكنت من نعمة الله على والدك فاستفت أنت منها تغذيت على لبن أمك فاستفت من نعمة الله على والدك وأخذت من حنانها ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لأنك استفت من نعمة الله على والديك وأما بنعمة ربك فعدث الشكر كما قال ابن القيم مبني على خمس قواعد خضوع الشاكل المشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها وأن لا يستعملها فيما يكره بل يستعملها فيما يحب هذه قاعدة شكر النعم وأن أعمل صالحا ترضاه يعني في مستقبلي وتتقبل مني الأعمال وتثيبني عليها وأصلح لي في ذريتي مثل ما أنعمت على والدي أصلح لي في ذريتي نسلي وعقبي وأولادي وأحفادي ومن تناسل مني أصلح لي في ذريتي يدعو لنفسه ولقرابته هذا من صلة الرحم أن تدعو لقرابتك إني تبت إليك قراص رجعت من المعاصي أقلعت عن الذنوب وإني من المسلمين المستسلمين الخاضعين لك ما أعظم دعاء الأربعين تذكروا يا عباد الله دعاء الأربعين عمر بن عبد العزيز قال تمت حجة الله على ابن الأربعين فمات وهو ابن أربعين ورأى في منامي قائلا يقول له إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخشى الإله وكن للموت حذارا هذا رأى في النوم من أدعة القرآن العظيمة دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالديا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات انظروا إلى الأولويات الترتيب المدهش رب اغفر لي بدأ بنفسه ولوالديا لعظم حقهما ولمن دخل بيتي مؤمنا من الذي يدخل بيتك أقاربك وإخوانك في الله وللمؤمنين والمؤمنات عموما السابقين واللاحقين فراعى حق الأخوة في الله ولعل كذا استغفرت المؤمنين والمؤمنات يا عبد الله يكون لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله مغفر المؤمنين والمؤمنات من أدعية القرآن وقليل من يفهمه ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة هل فكرت يا مسلم يا عبد الله أنت تختم في رمضان وفي غيرها ما هو مدخر الصدق ما هو ما هو مخرج الصدق هل فكرت ما هو مدخر الصدق وما هو مخرج الصدق ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة الصدق الصدق مع الله الصدق هو الحق الصدق معروف والمعنى مدخلا ترضاه ومخرجا ترضاه لكن مخرج إيش ومدخل إيش أنت تدخل بلدك وتخرج منها صح؟ أنت تدخل بيتك وتخرج منه ليس كذلك؟ أنت تدخل في أعمال وتخرج منها وظايف صفقات وتخرج منها أنت تدخل في علاقات وتخرج منها ليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق أدخلني مدخل صدق دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت مدخل صدق وحصل له التأييد والظفر كان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء ودعه يخشى أن لا يكون المخرج مخرج صدق هو خارج من بيتك أنت تدخل السوق وتخرج من السوق ليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق في أشياء مادية تدخل فيها وتخرج منها وأشياء معنوية تدخل فيها وتخرج منها علاقات واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا في ناس دخلوا في أشياء وتورطوا فيها الدعاء هذا مهم واجعلني من لدنك سلطانا حجة وبرهانا ونصرا على من عاداني من أدعية القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام وما أجمل أدعية الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا مثل الله بقلب سليم رب هب لي حكما علما أعرف به الحلال والحرام والحق والباطل السنة والبدعة حكما هبني حكما أعدل به بين الأنام إذا حكمت الأب يحكم بين أولاده المدرس يحكم بين طلابه والقاضي يحكم أنت ما تخلو من أحوار تحكم هب لي حكما وألحقني بالصالحين ممن أنعم الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعل لسان صدقا في الآخرين ثناءا جميلا وذكرا حسنا يثنى علي به ويقتدى بي في الخير وحصل لإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة يأتم به الناس وتركنا عليه في الآخرين سيرة موجودة مذكورة غير خافية يعرفها الناس يأخذوا من الدروس العبر يقتدون بالخليل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين قال واجعلني من ورثة جنة النعيم أهل الجنة التي يورثهم الله إياها ولا تخزني يوم يبعثون بالفضيحة وعذاب النار يوم لا ينفع مال ولا بنون لمن أطل الله بقلب سليم من الشبهات والشاوات المحرمة من أدعية القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم هذه من أدعية التابعين يدعون بها للصحابة وأدعية المؤمنين يدعون بها لكل من قبلهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون في الإيمان وهذا الدعاء لتنظيف القلب من الشحناء والإحن والبغضاء للمؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين في قلب غل على الصحابة فإنه ليس بتابع بإحسان بل هو مجرم يستحق أخذ الله له من أدعية القرآن دعاء آدم حواء ربنا ظلمنا أنفسنا في إقرار واعتراف الله يحب هذا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي الله يحب الاعتراف بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا يتضمن الطلب يتضمن الطلب أن يغفر الله له ونختم بدعاء من أدية القرآن وهو دعوة امرأة فرعون رحمة الله عليها ابني لي عندك بيتا في الجنة اختارت الجار قبل الدار ابني لي عندك بيتا في الجنة ما أعظم الدعاء وبالجوار تغلو الديار وترخصه والجار أهم من الدار في كثير من الأحيان فإذا كانت الدار في جوار الكريم الغفار كيف تكون فلا إله إلا الله ما أعظمها من دار في جوار الكريم